السلام عليكم حبوباتي الاغليات واشراكم ان شاء الله تكونوا كامل ملاعوب صحة وخير وعافية ان شاء الله يا رب وصفة اليوم وصفة للتخلص من رؤوس السوداء وكذلك طبيض البشرة وكذلك التخلص من حب الشباب وتخلص من كل المشكلة يعاني من هالوجه تاعك ولكن قبل ما نبدو في الوصفة تانا لا تستطيع تشتركوا في القناة كذلك لا تستطيع تبع الوزارة ويصلكم جديد ومجنان اول مكون في البصفور اللي هو الفارينة اول طحين الابيض الطحين مفيد جدا للتخلص من الرؤوس السوداء وكذلك للتخلص من حب الشباب وكذلك الطحين مفيد جدا لتقشير البشرة وكذلك يخلصنا من الشوائب الموجودة في البشرة التي عنات على الوجه وكذلك يخلصنا من البقع الداكنة نستعمل ملعقتين بونت كون بونبي من الفارينة او الطحين الابيض ثم نحنضي فعلهم بلعقات قهوة عادية تقدروا تستعملوا القهوة سريعة الدوابان أنا استعملت القهوة العادية لأن القهوة هي مفيدة جدا للبشرة وكذلك مفيدة للتخلص من الرؤوس السوداء وكذلك مفيدة للتخلص من حب الشباب للتخلص من المسامات الواسعة في الوجه التعناع أما بالنسبة المكون الآخر وهو ماء الورد الخاص بالتجميل لأن ماء الورد كذلك مفيد جدا للبشرة وخاصة إلى حب الشباب وخاصة لغرق المسامات الواسعة هنا هذا الوصفة رهي لتقشير الوجه يعني للتبريم الوجه التعناع يعني هذه الوصفة رهي مليحة بزاف البنات تفيدكم خاصة في الشيطة نستعملوا ماء الورد تقليبا أربعة ملاعق صغيرة من ماء الورد يعني حتى تحصلوا على خليط متجانس على شكل ماسك أو على شكل مقشر رائع جدا بنات سنجحوا طريقة استعمال هذه الوصفة بعد ما خلطناها جيدا تحصلنا على شكل يعني خليط متجانس كما كما تشوفوا رح نجرب هلكم على بشرة اليد تعني انتم من قدروا استعملوا هذا الوصفة للوجه يعني كقناع رائع جدا مفيد للبشرة حنستعمل بهذا الطريقة يعني نغطي كامل بشرة الوجه تعنا بهذا الطريقة حتى الرقبة يعني يعني حين السواد اللي في البشرة تعنا هنا حين القشور او يقشرنا البشرة تعنا كذلك نحب الشباب هنا بنات نخلوها حتى تجف تماما يعني بعد نصف ساعة تقريبا نقوم بتقشيرها بهذه الطريقة يعني نقشر الوجه تعنا يعني ولكن البنات نحاول اننا من ضروش البشرة تعنا نقشرها غير بالعقل ثم نقوم بالغسل يدين او العفوان الوجه ثم استعملوا على الوجه نقوم بغسل الوجه بالماء الفاطر ثم الماء البارد لغلق المسامات هذه الوصفة البنات ناجحة مئة بمئة تمنى انكم غير تضربوها وتردونا رأي دعكم في تعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في عيد الله وحفظه اشتركوا في القناة